نظراً لانشغالات الحياة وذيق الوقت انطلق بشع الراوي في مبادرة بحرينية تعتبر الأولى من نوعها حيث تحولت فيه الكتب من مطبوعة إلى مسموعة بصوت الروا يدف المشروع إلى نشر الأدب والثقافة لمختلف الأعمار والأصعدة في كتب خطت حروفها لتكتمل الكلمة ومن الكلمة يرتسم معها الفكر أو القضية فكيف وأن تسمع الكتاب لا أن تقرأه بصوت غلف بأحاسيس وأهازيج تجعلك تعيش واقعاً وحياة داخل هذا الكتاب ما همك توسلي لجرعة لقاء أخيرة بل زدت السعير إنه مشروع الراوي الذي جاء ليسد فغرة من لا يسعه الوقت لقراءة كتاب أعجب فيه أو سمع عنه في ظل تنامي وسائل التواصل الاجتماعي وانشغالات الحياة مشروع الراوي ابتدت بين إحنا ثلاث شركة والفكرة منها إحياء أمة إقرأ هو مشروع ريادي بحريني عربي ثقافي وحبينا أن نطور ونواكب تغيرات الموجودة في العالم ونواكب احتياجات الشباب أن نقدم كتب صوتية عربية مسموعة نقوم باختيار الرواة عن طريق تسجيلهم في استمارة وهي موجودة على الموقع الإلكتروني للراوي نتواصل معهم بعد التسجيل ويتم اختيارهم بعدين من قبل لجنة بعد ما يسجلون تجارب أداة في الاستيديو بحيث أن نطالع مخرج الحروف النطق السليم إليهم يكون مدققين لغويين موجودين في الاستيديو معهم يدققون وياهم ويتم تصنيفهم كل واحده على حسب الصوت مالا إلى رواية أو مجموعة أدبية أو نثرية أو شعرية مشروع الراوي عبارة عن تطبيق إلكتروني يتم تفعيله على الهواتف الذكية ويحتضن مجموعة من أصحاب الاستيديوهات ودور النشر والرواة وكتبا تتنوع بأسمائها لتتفاوت بمخزونها العلمي وفحوى ما جاءت به لما سمعت عن فكرة أو مشروع الراوي ككاتبة مبتدئة وليه إصدار أول جدا تحمست حق المشروع لأن أنا الهدف من الكتاب نفسه أو النصوص الأدبية أني أصل حق أكبر شريحة من القراء هذه الشريحة ممكن تكون في فئات عمرية مختلفة ممكن يكونون ناس شباب صغار في السن ناس يحبون يستمعون حق نصوص أو يستمعون حق كتابات عربية وما في السيارة مثلا بيئة من العرض والتسويق وفرها مشروع الراوي من جهة وتقريب المسافة بين حامل الكتاب ومؤلفه من جهة أخرى جميعها مميزات جاء على إثرها المشروع من كتب مطبوعة إلى كتب مسموعة هذا هو مشروع الراوي الذي يكتال عقل منه متنوع الدروس والعبر التي تزيد من مستوى الإدراك ولمن يرغب في استزادة الثقافة إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين اشتركوا في القناة